تبدأ عائلات ضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت في مصر بالتعرف على الجثث الاثنين في سان بيترسبرغ بعد وصول طائرة أولى تنقل جثمين مائة واربعين قتيلا فيما يتواصل التحقيق في مصر لفك لغز هذا الحادث وتقاطر الألاف مساء الأحد في سان بيترسبرغ لتكريم ذكرى الركاب المائتين وسبعة عشر وأفراد الطاقم السبعة الذين قضوا في الكارثة وجميعهم من الروس باستثناء ثلاثة أوكرانيين نعمل مع العائلات ولا نواجه أي عوائق معهم نقوم بتنظيم مراسم الدفن والسلام الجثث وأعلنت السلطات المصرية والروسية أنه لا يمكنها في الوقت الحاضر إعلان أسباب الحادث غير أن فرضية الاعتداء تبقى مطروحة لدى الخبراء بعد إعلان الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن إسقاط الطائرة ردا على التدخل الروسي في سوريا حتى هذه اللحظة ليس لدينا أدلة تثبت أي فرضية بشأن هذا الحادث وتوجه محاققون روس ومصريون برفقة وزير المواصلات الروسي مكسيم سوكولوفي إلى موقع الحادث حيث عثر على الصندوقين الأسودين للطائرة كما فتح تحقيق في روسيا وجرت مداهمة مكاتب شركة الطيران ووكالة السفر فيما ينتظر وصول محاققين من فرنسا وألمانيا إلى مصر كما تجري العادة عند تعرض طائرة إيرباس لحادث